معنا هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري مرحبا بك سيد ضياء إذن منظمة الهجرة الدولية أكدت أن 238 موقعا في محافظات نيلوى والأنبار وصلاح الدين وديالا غير صالحة للسكن ما تأثير ذلك في حياة الأهالي والنازحين في تلك المناطق السلام عليكم في البداية نحن نعلم كل المهجرين الموجودين في هذه المناطق هي عوائل مهجرة وهذه العوائل نعم هي عندها أطفال وعندهم دراسة وهذه العوائل المهجرة التي نزحوا من أماكنهم الغير صالحة للسكن لأنه لا توجد هناك أي مقاومات للسكن في المناطق النازحين منها وفي الوقت الحاضر وفي المخيمات لا توجد المؤهلات الكاملة ولا دعم من الحكومة العراقية حتى تؤهل هذه الناس وعوائلهم من قيامة الدراسة والتعليم والمسائل الصحية ولا آخره من مشاكل من مشاكل اجتماعية التي تخص العائلة العائلة بالعراق بالوقت الحاضر هي عائلة مدمرة حقيقة من هذه المناطق التي هجرت وفي كل مناطق العراق حقيقة لا توجد لا توجد رعاية اجتماعية حقيقية للأطفال ولا توجد رعاية اجتماعية للعائلة ولا يوجد مخصصات لمواد الغذائية في الوقت الحاضر الناس المعدمة في العراق معدمة حقيقة كل الأمر يتعلق بالحكومة العراقية الحكومة العراقية ملتهية بالسرقة ونهب أموال العامة حقوقيا أستاذ ما المسؤولية المترتبة على ترك تلك المناطق دون أعمار على الرغم من مرور ما يزيد على السنة ونصف على الأعمال العسكرية التي تسببت في دمار هذه المدن الأعمال التي دمرت المدن هي كانت الأعمال لتحرير العراق من هذه من المجموعات الإرهابية هي داعش حقيقة وحررت هذه المناطق ولكن بعد التحرير ونفهد تقوم عمليات لإنقاذ المجتمع الموجود في هذه المناطق لحد الآن هي حررت سكان المناطق إلى نازحين نعم هي حررت من مكان من كانوا مظلومين إلى مظلومين بصيقة أخرى هذه المظلومية في الوقت الحاضرة الموجودة بالشعب الإراقي هذه النزوح الموجود في الشعب الإراقي أخي الدولة العراقية يعني متهمة في جنب كل المؤسسات الحقوقية العالمية المعترف بها متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في كل لحظة الذي تحدث في العراق نعم هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق في كل مجالات الحياة هذه الانتهاكات تتحملها الحكومة العراقية ويتحملها السياسيين الموجودين في الحكومة العراقية لحد هذه ما أبرز الأسباب التي تقف دون عودة النازحين هل هي الأوضاع الأمنية عدم إعادة العمار أم تزايد الخطف والتعذيف في تلك المناطق تفضل نعم الموجودة النازحين من الموصل بعض النازحين اللي كانوا في المناطق الشمالية في المخيمات في المناطق الشمالية طلبوا العودة إلى مدنهم في الموصل حينما رجعوا إلى الموصل شافوا المناطق اللي لا يمكن السكن فيها لا توجد مؤهلات للسكن البيوت مدمرة الأنقاض موجودة لحد الآن الدولة غير مهتمة بإعمار أي شيء من هذه من الكوارث التي حثت بعد الحرب والقصد الطائرات هذه الأعمال التدميرية ورجعت العوائل بالوقت الحاضر عادت العوائل إلى المناطق يعني راحوا من شيء مظلم إلى شيء أظلم يعني هذه الحقيقة يعني هل تعتقد استاذ ضياء أن هذه التصرفات ممنهجة مع حديث لتقارير عن معاملة الحكومة في العراق مع النازحين على أساس طائفي وعرقي وحزبي نعم هم يقولون نحن غير طائفين وهذا الكلام مخاطئ وكلام بعض بالبداية حتى العبادي والمالكي وكل الرئيساء الذي حكمه العراق هم طائفيين حتى النخاق أنا أتكلم وأنا من المنطقة الجنوبية تعرف أخي أنت تعرفوني أن أنا من أي منطقة في العراق أنا من ديوانية هذه المناطق هذول الناس الذين يحكموا العراق هذول طائفيين منتقمين إلى العراقيين هم كلهم كانوا خدم يشتغلوا عند الإيرانيين عند الفرص ولحد الآن هم يتبعون السياسة الإيرانية الإيرانيين أنا ما أقصد الشعب الإيراني وإنما الإيرانيين كسلطة كحكومة كرجال معممين موجودين كولاية فقه هم يكرهون العرب ويكرهون العراقيين بالدرجة الأولى ولهذا السبب يردون النزيف الدم والدمار العراق يستمر كل ما يعمل حتى تنكيلا بعروبة العراق وتنكيلا بما يقوم بالعراق بالوقت الحاضر ونحن نعرف العراق له ثقر قوي في المنطقة وثقر قوي حتى بالوطن العربي العراق من الدول المهمة في الوطن العربي في الوقت الحاضر العراق هو مريض وهؤلون السياسين الموجودين في العراق هم الذين دمروا العراق شكرا شكرا جزيلا من المنظمة العربية الحق والإنسان في النمس سيد وليا الشامر اشتركوا في القناة